في ليبيا لا يزال المسار القانوني يشكل حجر عثرة في طريق الاستحقاق المنتظر في ليبيا وهو الانتخابات ولذا تتخوف العصاة السياسية في ليبيا من قدرتها على إجراء الانتخابات هذه المرة أيضا والسبب هو عدم إنجاز لجنة 6 زائد 6 القوانين المطلوبة التي يعدها كثير من المتابعين العقبة الكبرى أمام أي توجه حقيقي نحو الانتخابات التي سبق وأن تأجلت عام 2021 هذه المخاوف كانت على طاولة لقاء المبعوث الأممي عبدالباتي لليوم مع عبد الحميد الدبيبا رئيس حكومة الوحدة ومن قبل مع قائد الجيش خليفة حفتر كما كانت حاضرة أيضا في جلسة البرلمان الليبي اليوم وأيضا في اجتماع مكتب المجلس العلال الدولة في ليبيا مساء الأمس من القاهرة ينضم إلينا رئيس المجلس الانتقال الليبي السابق الأستاذ عبدالحفيظ مرحبا بك على الدوام أستاذ عبدالحفيظ لجنة ستة زائل ستة وقانون الانتخابات الجميع يطالبها بالتعديل بالإنجاز والوقت يمضي لكن هل تتحمل لجنة؟ هل المشكلة في اللجنة؟ لأن اللجنة ممثلة من كل هذه الأجزاء وبالتالي ما المشكلة؟ مساء الخير أخي الكريم ولمشاهدين الكرام أقول لك بأن ليست المشكلة في ستة زتها وسيظل السيد المبعوث الأممي يطوف بين هذه الأجزاء بمسمياتها وصفاتها المختلفة بحثا عن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وبحثا عن التوافق بين هذه الأطراف ولن يجد شيئا وينتظر أعمال هذه اللجنة أو تلك اللجنة ولن يجد إلا الصراب أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمان معه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا هذا هو واقع كل اللجان التي تعمل في ليبيا خمسة زيت خمسة، ستة زيت خمسة، ستة البرلمان، مجلس الدولة، حكومة الوحدة الوطنية الرئاسي كلها لا تنتج أي شيء من هذه الأعمال وبالتالي هذه الأسلام هي التي سبت مشكلة وأعتقد أن السبب أن الأمم المتحدة لم يعد لديها خطة بديلة أو رؤية واضحة للحل في ليبيا عندما تراجع المبعوث الأممي عن المبادرة التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير من هذا العام لم يعد للأمم المتحدة نظرة وأعتقد السبب في ذلك أخي الكريم هناك إرادة دولية في الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي لها ضلع في الأزمة الليبية لم يتم التوفق بينها باعتبار أن هناك ملفات أولى من الحالة الليبية وبالتالي ظلت الحالة الليبية تراوح وتراجعت الأمم المتحدة عن المبادرة التي أطلقتها وعن الموعد الذي حددته للأطراف الأزمة حتى تجد التوفق وإلا سيكون هناك خطة بديلة أفصحة عن المبادرة الأممي ثم تراجع عن ذلك وظل يطوف ويسعى بين هذه الأطراف للبحث عن حل ولن يجد هذا الحل صدقني لا لجنة ستة زي ستة ولا البرلمان ولا مجدولة يملك الحل لهذه الأزمة لأنهم يريدون ولكن لهم جميعهم أدوات نجحوا في ذلك يعني نحن لا نلتمس أو نمسك هذه الأجندات التي تحدثت عنها لدول ما وهي التي تحدد لكن الأدوات من الليبي من هذه الأجهزة هي التي تعطرت هنا وتعطل هناك هذا هو الظاهر وبالتالي القضية قضية إرادة صحيح بس لاحظ عندما يكون هناك إرادة دولية وعندما تكون هناك لدى الأمم المتحدة خطة بديلة يسارع الأطراف إلى اللقاء ويذهبوا مباشرة إلى المغرب في بوزنيجا ويقال بأنهم تم التوف لماذا؟ لأنهم يخشون على أوضاعهم لأن هذه الأوضاع راقت لهم ولا يريدون أن تتغير وإلا كنا شاهدنا انتخابات في ديسمبر في الواحد وعشرين الآن مضى عامان والثالث والرابع وأنا قلت ذلك صراحة وفي كل مرة كنت أتمنى أن أكون مخطئا ولكن يصدق ظني وإننا لن نشهد انتخابات لا هذا العام ولا في العام القادم وستستمر هذه الأسام إلى أن يشاء الله وتشاء إرادة الدول المتصارعة في ليبيا والأمم المتحدة وواجهة لهذه الدول أن تسعى الحل إذا كانت لديها طريقة الحل سيفرضون هذا الحل على هذه الأطراف التي لا تملك من أمرها شيئا هذه الأطراف لا تملك يعني ماذا يملك مجلس النواب مثلا ماذا يملك مجلس الدولة ماذا عن الشارع وهذه اللي جالة التي تشك وثورته وخروجه هي التي أوصلت المشهد إلى هنا لم يعد قادرا على إحداث اختراف يجبر حتى اللاعبين الذوليين على تغيير وجهات نظرهم والامتثال لرغبة الشعوب وهذا ما قلناه مرارا وتكرارا إذا تحرك الشارع الليبي سيضع نهاية لكل هذه المأساة وهذه الأزمة التي يفتعلها أولا ويريدون لها أن تستمر ولكن للأسف شديد الشارع عندما خرج في ثورة عارمة ودفع الثمن باهض من دماء أبنائه ومن جراحهم وتضحياتهم سرقت أحلامه وعدنا إلى المربع الأول إلى أسوأ ما كنا عليه في عهد النظام الديكتاتوري السابق للأسف شديد هذا هو وضع ليبيا هذا هو واقع ليبيا اليوم في كل أنحاء ليبيا عدنا إلى المربعات الأسوأ مما كنا فيه وهذا الواقع عبر أبناء الشعب الليبي عن إرادتهم في تجديد الشرعية وفي انتخابات وذهبوا يعني زرافات وجماعات إلى المفوضية للانتخابات ولكن للأسف الشديد يعني أكثر من 2 مليون و800 ألف ليبيا ضربت إرادتهم عرض الحائط واستمرت هذه الأسلام رغما عن إرادتهم وتحولت كل الأسلام إلى أسلام تفرض نفسها بالأمر الواقع وهذا هو الواقع في ليبيا والأمم المتحدة ليس لديها حل وتنتظر الحل ويطوف مبعوثها بين كل هذه الأطراف دون أي جدوى صدقني هذه مجرد اجتماعات عبثية لن تخرج بأي نتائج وللأسف أقول ذلك بكل أسف ولا يوجد بصيص أمل أن تحل هذه الأزمة بهذه الكيفية وهذه الطريقة من الذي يريد انتخابات؟ حكمة الوحدة الوطنية التي أتت من أجل ملفات معينة فشلت فيها وإلا المجلس الرئاسي الذي أتى من أجل المصالحة لم نسمع عنها شيئا ومن أجل توحيد مؤسسات لم تتوحد بل زاد الانقسام في مؤسسة الدولة وهذا هو المطلوب هذا هو الذي يعملون عليه الانقسام وتكريس الانقسام الآن تشهد البرلمان يقر ميزانية قدمتها حكومة ينظر إليها المجتمع الدولي أنها حكومة موازية وهي التي قدمت ميزانية وأقر البرلمان ولن ترى النور لأن هناك حكومة أخرى لا تعترف بهذه الحكومة وتستند إلى الشرعية الدولية وهي ليست لها هذه الشرعية وانتهت مدتها وانتهت ولايتها ووقعت في المحظور في أكثر من ما يدعوها إلى الاستقالة ولا تفعل وهكذا يعني ظلينا في هذه الوضعية للأسف حتى يوم من هذا وسنستمر فيها إلى أن يشاء يعني كيف نفهم ما الآن ما المنتظر من لجنة 6 زائد 6 شهدنا اجتماعات وتوافق كبير وحتى النقاط الخلافية تحدثوا عن اقتراب بين المجلسين وبعد ذلك شهدنا البرلماني عقد جلسات عديدة للتعديل المفوضية تعترض وتقول إنها غير قابلة للتنفيذ باتي ليقول إنها خطوة جيدة ولكنها ليست كافية ما الحقيقة؟ ما المنتظر؟ أين العقدة؟ أقول لك مجلس النواب قرر منذ الرابع من أغسطس يعني منذ تقريبا قرابة الشهر الآن شهر أحال منتج هذه اللجنة 6 زائد 6 إليها أعادوا إليها للتعديل تمام؟ منذ أيام خرجت علينا اللجنة 6 زائد 6 أو ما سمي بـ 6 زائد 6 بأنها أنهت التوافقات ونظرت في الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة ومجلس النواب هي هكذا قيل ثم خرج علينا أحد أعضاء هذه اللجنة وقال بأنه لم نتوافق على شيء ولم نتقدم بأي بيان ولم ولم تمام؟ الآن شهر مضى على إحالة الموضعات وأنا أقول لك بأن لا البرلمان يريد لهذه اللجنة أن تنجز أعمالها ولا هذه اللجنة تريد أن تنتهي وأصبحت حتى هي لجنة دائمة يعني لجنة مناطبها عمل معين وتنتهي وتذهب إلى حال سبيلها ظلت لجنة دائمة كما هي لجنة 5 زي 6 من 5 زي 5 من استمرت هذه اللجنة بديل نعم 5 زي 5 العسكرية أو الأمنية أو سميها مشئة استمرت هذه اللجنة كبديل عن المؤسسة الواحدة العسكرية يعني عندما تتحدث الآن يقول لك والله المؤسسة 5 زي 5 موجودة كأنها حلت محل القوات المسلحة الليبية الموحدة تمام؟ 6 زي 6 الآن تجتمى وتصدر في بيانات ولديها مستندات خاصة بها مكتوب عليها 6 زي 6 وقراراتها ليست نافذة أستاذ عبد الحقيقي هذا هو السؤال حتى إن أنجزل لا بد أن يجيز البرلمان وسيختلف ولا بد أن يجيز المجلس العالي للدولة والمفوضي قد تقول كلام آخر يعني هي للاستهداء فقط كأنما يفعل هذه اللجنة للاستهداء وليست ملزمة مخرجاته بالرغم من أن بالرغم أخي الكريم من أن القاعدة الدستورية التي أوجت هذه اللجنة نصت على أن أعمالها ملزمة ولا يملك مجلس النواب إلا إقرارها والتصويت عليها فقط دون تأديل ولكن وجدنا غير ذلك وضرب ما تم التوافق عليه وأعيدت إلى هذه اللجنة ولن ينتهي الأمر لماذا؟ لأن النقاط الخلافية الأربعة التي وقفت حجر عثرة لا زالت موجودة لم تحل أي من هذه النقاط حتى النقطة تشكيل الحكومة كانت من النقاط الخلافية الآن خلاف كبير حولها مسر تشكيل حكومة واحدة وهذا يقول بأنه لن تشكل حكومة إلا بعد إجراء انتخابات وهذا يقول لإجراء انتخابات لا بد من تشكيل حكومة وظلت عقبة كأداء بالرغم من تصريح البعثة الأممية وموافقتها على تشكيل حكومة بالرغم من بعض الأطراف الدولية ووافقت أيضا على تشكيل حكومة وبالرغم من كل الأسباب التي تدعو إلى إقالة هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية لا زالت مستمرة هذه الحكومة رغما بالرغم من كل هذه الظروب وبالتالي أعتقد نقاط خلافية مستفحلة ولا يمكن أن تحل من قبل اللجنة ستة زي ستة إذا فشل البرلمان وفشل مجدولة على التوافق حول هذه النقاط كيف هل لجنة من ستة أشخاص أن تحل هذه الإشكالية لن تحل وبالتالي قد يكون هذا هو المطلوب أن نستمر على هذا النحو من القاهرة نائب رئيس المجلس الانتقال الليبي سابقنا الأستاذ عبد الحفيظ غوغة شكرا على حضورك وعلى كل هذه القراءات والإفادات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة